وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد في القول وفي الجواب عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة الأخ أبو حازم من سوريا يسأل عن زكاة الزيتون يقول هل في الزيتون زكاة؟ أخوي أبو حازم من سوريا بالنسبة للزيتون هل فيه الزكاة أم لا محل خلاف بين العلماء والراجح من أقوال أهل العلم أن الزيتون لا زكاة فيه أن الزيتون لا زكاة فيه أما إذا كان من عروض التجارة فإنك تزكي المال الذي يأتيك من خلال هذا البيع أم عزام من اليمن بارك الله فيها تقول صليت الظهر خمس ركعات وقلت أسجد سجود السهو بعدما أسلم ونسيت وما ذكرت إلا بعدما صليت السنة فرجعت وسجدت سجود السهو بعدما صليت السنة هل فعل صحيح؟ أم عزام من اليمن نعم فعلك صحيح أم عزام طبعا تقول بأن صلت الظهر خمس ركعات الظهر أربع ركعات نسيت فقالت سأسجد بعد السلام نسيت أيضا و جاءت بالسنة الراتبة البعدية ثم تذكرت فسجدت بعد السنة هل هذا الفعل الذي قامت بي صحيح الجواب نعم بارك الله فيك و رضي عنك أحسنت حينما أتيت بسجدتي السهو أم مهند من السعودية تقول زوجي يشتغل توصيل حريم أحيانا تركب المرأة لوحدها لكسب المال هل يجوز أو لا يجوز وهل المال الذي يدخله حلال أم حرام أختي أم مهند بن السعودية بارك الله فيك بالنسبة لي حرفة زوجك و وظيفة زوجك مباحة ولله الحمد والمنة و قد جرت العادة أن الذي يوصل النساء يكون عنده باص أو مكرو باص يسمونه أو شيء بمعنى باص واسع فيحرص على أن لا يخلو بالمرأة لكن إن كان مثلا أوصل نساء داخل البلد وبقيت امرأة يوصلها إلى بيتها هذه لا تسمى خلوة من الجانب الشرعي أما أن يسافر بها لوحدها ينقلها فيسافر بها لوحدها هذا لا يجوز هذا لا يجوز بارك الله فيك واللي فهمت من سؤالك أنه داخل المدينة يوصل النساء فأحيانا عنده عشر حريم بقي حرم باقي لها مسافة شارع أو شارعين ما في بأس ولله الحمد والمال اللي يكتسب حلال يا أم مهند أم علي من اليمن تقول الدورة الشهرية تأتيني أسبوع أحيانا وتنقطع يومين وترجع وتجيني بس إنها يعني تبطي علي كثير ويعني تقول ما أعرف كيف مع العلم أن في الأيام الأخيرة تكون خفيفة هل يجوز علي أن أصلي أم لا أختي أم علي من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للدورة الشهرية المرأة في الغالب أن تعرف دورتها ستة أيام سبعة أيام خمسة أيام وتختلف النساء بعض النساء تبدأ الدورة عندها كدرة وصفرة مع أوجاع البطن وآلام الظهر وتبدأ الدورة مباشرة هذه من الدورة من النساء لا من ينزل عليها دم من ينزل عليها كدرة وصفرة قبل الدورة بأيام ولا يصحبها شيء من آلام الدورة هذه ليست بدورة قضية أنه والله يتقطع عليك طبيعي أنت أحيانا يصير عندك اضطراب الدورة ستة أيام تطهرين يومين ثلاث أيام ترجع الدورة تنظرين فإذا رجعت بأوصافها اللي هي الدم أسود ثخيل له رائحة لا يتجلط ولا يتجمد إذا نزل معه آلام أيضا آلام الدورة هذه دورة حتى لو كان بعد يومين ثلاث أما إذا كان نزل كدرة أو صفرة أو خيوط أو دم خفيف مثل دم الرعاف هذا ليس بدورة وإنما استحاض يا أم علي بارك الله فيك سوها من العراق تقول لي أخت وفيت بمرض السرطان قبل 14 سنة حملتني وصية هي مطلوبة صيام 11 سنة أديت الوصية لكن هل أدفع عنها كفارة الصوم أم لا سوها بارك الله فيك ورحم الله أختك وجعل في جنات النعيم وقد أحسنتي حينما نفت وصيتها خاصة وأنها ذكرت لك بأنها مدة 11 سنة يعني كان عليها قضاء مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه والراجح من قول أهل العلم أنه كل صوم واجب فكوني قمت وأديتي هذا الصوم يكفيك هذا وما عليك كفارة ولا عليها بارك الله فيك أبو عبيد من الإمارات يقول تعرفت على فتاة وعائلتها بغرض الخطبة وقد أعجبتني من نواحي كثير وبعد السؤال تبين أن الفتاة مقصرة في صلاتها ولقد فكرت أن أدعوها للالتزام قبل العقد فإن وافقت والتزمت عقت عليها وإلا تركتها ما تنصحني يا شيخ أبو عبيد بارك الله فيك ويسر الله أمرك وأسأل الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح أخوي الفاضل تشكر على هذا الملحظ أنت انتبهت من البداية كثير من الشباب هدان الله وإياهم يستعجلون فيغترون بالمنظر وينسون المخبر يعني تعجبهم بعض الشكليات وينسون الأمور الجوهرية ولذلك أنت التفاتتك مهمة جدا فإذا كانت هذه المرأة ستكون أم أولادك فكيف يرجى لأمرأة ما تصلي أن تخرج جيل يصلي وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثدي ناقصاتي ما يمكن ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك احرص قبل ما تعقد عليها قل لا أنا بلغني بأن صلاتك خفيفة أنا رجل الحمد لله مستقيم أنا أريد أن أؤسس أسرة صالحة تلتزمين الصلاة أم لا من الآن الوجه من الوجه أبيض تتعاهد لك بأنها والله إن شاء الله إذا تزوجت وهي قد بيتت النية و يعني أصلحت الطوية في أنها متى ما تزوجت ستستقيم وتلتزم الله يبارك لك لها أما تقول لك والله لا أنا ما أدري أنا أنصحك بأنك تهرب أنصحك بأن والله رجال كثر أعرفهم وبعضهم لا أعرفهم يتواصلون معي تورطوا يعني تساهلوا في البداية وتفاجئوا بأن المرأة لم تكن قد تربت على الصلاة و لما زادت عليها مشاغل البيت و حقوق الزوج و الأولاد تركت الصلاة بالكلية فأنتبه لهذا بارك الله فيك وفاء من أمريكا تقول عندي زوجي عدة مرات يقول لي وريد أن يتزوج و لن يتزوج إلا إذا وافقت أنا و أنا معترض و غير موافق هل علي ذنب وفاء بارك الله فيك هذا يرجع أختي الفاضلة للحالة التي تعيشونها طبيعي المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج على طبيعي فإذا كان زوجك محتاج إلى زوجة ثانية كونك تعانين أمراض كونك تعانين مثلا مشاكل صحية كونك ما تلبي له الأشياء التي طلبها الزوج من زوجته كون الرجل محتاج إلى أولاد و أنت ما عندك مثلا يعني في أشياء مقنعة إذا أقنعك أختي الفاضلة لا تعترض هذا شرع الله أصلا يا أختي وفاء هو لا يلزمه أن يستأذنك فزوجك هذا رجل إنسان عظيم يعني بمعنى أنه واضح أنه يحبك ويحترم مشاعرك ويقدرها و لذلك استأذنك فأنت بدل ما تجعلين يذهب فيتزوج أنصحك بأن يكون لك يد عنده يكون لك من عليه بأنك أنت اللي وافقتي أنت اللي وافقتي أما قضيه هو في النهاية له الحق الكامل الشريعة ما طالبت منه بأنه لابد أن يستأذن زوجته الأولى فكون استأذنك دلال على أنه يحبك يقدرك يحافظ على مشاعرك يحترمك وقالك يا أسمحي لي فأنت اسمحيه لأخت الفاضل حتى لا يدخل الشيطان وربما يدخل في متاهات وربما يرتكب أخطاء فتكسبين أجر وتكسبين مودة زوجك وتسجلين موقف سيحفظه لك بإذن الله جل وعلا أم أحمد من ليبيا تقول بأنه لما كانت صغيرة في سن المراهقة كانت امتعبة والدتها كثير وكانت تسب وتلعم فيها يعني والدتها ومر من المرات تقول تعصبت أمي مني وقعدت تدعي علي حسيت بأن دعائها من القلب وقعدت أبكي وأستغفر ربي ورضيتها الحمد لله بس ما من دعائه وما توفقت في حياتي أبدا إلى يومي هذا بالله يا شيء يقول لي إيش أسوي لأني تعبت وأحس في لعنة تلاحقني في كل مكان إلى آخر ما يعني ذكرت تقول الحمد لله الآن علاقتك كويسة مع أمي أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك أولا يا أخواني و أخواتي بالنسبة للآباء و الأمات اتقوا الله لا تدعون على أولادكم ادعوا لأولادكم النبي عليه الصلاة و السلام يقول ثلاث دعوات مستجابات و منها دعوة الوالد على ولده الوالد الأب و الأم دعوة الوالد على مستجابة و النبي عليه الصلاة و سيقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعي يستجيب الله فيها دعائكم هذه الأخت الفاضلة هي تعترف بأن أخطأت و أتعبت والدتها و سببت لها مشاكل كونها مراهقا أمها دعت عليها من قلب تقول الآن ما أشعر بالتوفيق هذا استجاب الله الدعاء وأكيد يا أم أحمد أن والدتك الآن تعوض أصابع الندم والدتك تمنت أنها ما دعت عليك لأن الآن بدأت تشاهد آثار دعوتها عليك ولذلك يا أيها الآباء أمه اتقوا الله في أولادكم أنتم تدعون أحيانا وتندمون ما في إنسان دعى على ولدي إلا وندم ادعوا لأولادكم بدل ما تقول الله كذا يقول الله يهديكم الله يصلحكم أنت يا أختي أم أحمد الآن أصلحي ما بينك وبين الله فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس إذا أصلحتي ما بينك وبين الله بيصلح الله عز وجل ما بينك وبين والدتك أكثر من الاستغفار أكثر من الدعاء أكثر من الصدقة قوم الليل اقرأ القرآن احرصي أن تقول للوالدة ادعي لي قول للوالدة تدعي لك من جديد قولي لأني أنا أخشى أني ما توفقت بسبب دعوتك ادعي لي مدام الحمد للعلاقتك بالوالدة كويسة الآن كما ذكرت قولي له ادعي لي وقولي له يا رب كما أنني دعوت على ابنتي أسألك يا رب أن ترفع البلع عنها قولي للوالدة هذا بارك الله فيك جيهان تركيا تقول بالنسبة لقراءة سورة الملك وراء صلاة العشاء و سورة السجدة و الإسراء هل تقرأ سورة الإنسان كذلك و عند قولنا أذكار النوم هل نسبح مثلا سبحان الله والحمد لله إلى آخرين أختي جيهان بارك الله فيك من السور التي تقرأ في الليل سورة طبعا السجدة سورة غافر سورة الحديد سورة تبارك و يقولي أيها الكافرون ينام الإنسان عليها الإنسان ما أحفظ الإنسان تقرأ في فجر يوم الجمعة في حدود علمي و الطلاعي بالنسبة للتسبيح نعم قبل ما تنامين تسبحين ثلاثا و ثلاثين تقول سبحان الله والحمد لله ثلاثا و ثلاثين والله أكبر أربع و ثلاثين أربع و ثلاثين يكون تمام المئة بارك الله فيكم زهر من العراق تقول والدي توفي وهو متقاعد و نحن ثلاث بنات و أخ واحد و أخ واحدة متزوجة و اثنان غير متزوجات و غير موظفات و أخونا متزوج و متقاعد هل الراتب يتوزع على الجميع أم يحق فقط على غير المتزوجة زهر من العراق بارك الله فيك أولا بالنسبة للراتب التقاعدي هذا ليس تركة ما يعتبر من التركات و لا من المال الذي يورث هذا يرجع فيه إلى هيئة المعاشات و التقاعد في نظام عند كل دولة إذا مات الإنسان و عند أولاده و راتب التقاعد يمشي يعطى لزوجته و يعطى لأبيه و لأمه يعطى للبنات غير المتزوجات أو للأولاد غير البالغين فهذا ليس راتب ما يعتبر تركة أنتم ارجعوا لنظام الدولة عندكم هيئة المعاشات و التقاعد أو أي اسم تسمى يعني تختر من بلد إلى بلد و اسألوهم كيف توزع هذه هذه ليست تركة بارك الله فيك أبو إسحاق من أسبانيا يقول كنت ماشي في المدينة فوجدت في الطريق يعني مئة أورو أو ما يعادل أربعمائة أو خمسمائة ريال و المدينة كبيرة يصعب علي البحث عن صاحبها و لم أدري ماذا سأفعل بهذا المال هل يجوز لي أن أتصر فيه كشراء طعام أو أتصدق به إلى آخره أبو إسحاق من أسبانيا طبعا المئة أورو إذا كان الإنسان إذا أضاعها رجع إليها إذن هذا تتبعها همة أوساط الناس واجب عليك أن تعرف بها مدة سنة بحيث أي محل قريب أو مكان تقول في مبلغ صغير مفقود وجدته إذا أحد سأل عنك موجود عندي وتحتفظ فيه فإذا جاء و قال نعم أنا أضعت مئة أورو في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية تعطيه ما جاء يكون ملك لك بارك الله فيك و يجوز لك الآن أنك تتصر فيه بشرط أنك لا بد أن تعرف أما إذا قلت لي لا المئة أورو أصرا مدينة كبيرة من اللي يرجع يبحث عن مئة أورو يمكن إذا رجع يخسر أكثر فهذا حلال لك بارك الله فيك أم مصطفى من العراق تقول هل يجوز أن أخلي القرآن يشتغل في البيت وأنا رحت مثلا الدوام أختي أم مصطفى من العراق الجواب نعم يجوز يجوز للإنسان أن يشغل القرآن في البيت حتى ولو لم يكن فيه أحد ما في مشكلة ما في مشكلة القرآن باركة وخير ولله الحمد والمن لكن إذا جلست وصار حديث يعني تعظيما لكلام الله إما أن تصمتوا تستمعون إليه وإلا أن تغلقوا المصحف وتغلقوا يعني صوت القراءة وتتحدثون فيما بينكم سعادة من السعودية تقول هل يجوز حفظ القرآن من دون معلم أو شيخ لأني أسكن في قرية ولا يوجد فيها حلقات تحفيظ القرآن مع العلم أني عند حفظ أي سورة أتوجه إلى اليوتيوب وأستمع لأحد القراء المعرفين سعادة بارك الله فيك وزادك الله وحرصا الجواب يجوز يجوز للإنسان أن يتعلم قراءة القرآن ولو لم يكن هناك شيخ أنت في قرية ما عندك محفظة ما عندكم كذا والآن ولله الحمد يا أختي سعاد رضي الله عنك وبارك الله فيك تيسرت الأمور الآن لو تشغلين إذاعة مثلا قناة القرآن الكريم من مكة تشوفين ما شاء الله مبارك قراءة كثر يعني تستطيعين أنك تصحيح القراءة من خلال الاستماع لها قراءة واستماع وتصحيح وعبادة وكل هذا خير الآن فيها أقراص صيديات قولي لزوجك والأولادك اشترونها لك فيها قراء يعلمون القراءة يعني يعلمون تفتحين مثلا سورة البقرة وتبدأين تقرأين تابعين معهم تصحيح القراءة ما فيه بأس وهذا ولله الحمد لك الأجر يكون أعظم بارك الله فيك ورضي عنك أم خالد من النيجر تقول أختي مطلقة منذ عشر سنوات لها بنتان منه وزوج أخذ البنت الكبرى وترك لها وحده ولم تتزوج ولا طريقة تزوج الآن وكل فترة من السنوات يعني سنتين أو ثلاثة يكلمها يبغي يرجعه وبعد الموافقة من الطرفين يقوم يخبر أمه وترفض بعد سنتين ثلاثة يحاول وترفض إلى آخر طبعا الأخت أم خالد تقول يعني أختها تطلقت من زوجها زوجها ما تزوج وهي ما تزوجت عندهم بنتين وحده عند والدها وحده عند أمها يحاول يرجعها يعني توافق لكن أمها ترفض يظهر والله أعلم يا أختي أم خالد أن والدك ما أخذ موقف من زوج ابنتها الآل الذي طلقها ورفضها حقيقة غير منطقي رفضها غير مشروع يعني ما ينبغي لها أنتم الآن قولوا لي زوج هذا الزوج يجيب هدية يعتذر لها يحاول أنه يخبرها بأنه ندم على ما سبق خاصة إذا كانت امرأة كبيرة في مقام والدته يدخل أطراف طيبين مثلا يأثرون عليها من بناتها وأخواتها وأقاربها هذا الحل هذا الحل ولو تزوجت ابنتها يعني في محاولة لم الشمل مع زوجها وبناتها وترى بأن المصلحة حتى لو غضبت والدتها ما عليه شيء ما عليه شيء لكن أنا أنصح بأنه ما تسعى إلا بعد موافقة الوالدة ورضاها والحمد الله ممكن يعني بشر نحن بشر نتأثر الكلام العاطفي والهدية وهي تأتيها أيضا من جهة وهو يأتيها من جهة وأخوانها وأقاربها يأثرون عليها بإذن الله حور بدر من الإمارات تقول هل يجوز أن نسوا سجدة التلاوة بدون حجاب بنتي حور ما شاء الله اللهم بارك حور طبعا ذكرت بأن عمرها عشر سنوات اللهم بارك أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يجعلك من الصالحات بنتي الله يحفظك الجواب نعم المرأة المرأة إذا كانت تقرأ ومرت بآية سجدة سجد التلاوة لا يشترط أن تلبس الحجاب ولا يشترط أن تتوضى لا تسجد ولله الحمد على الحال اللي هو عليه لأن سجدة التلاوة ليست صلافة الراجح من قولي أهل العلم أبو عبد الرحمن من ليبي يقول رجل توضى وغسل وجه ثلاث مرات لكنه في المرة الأولى الفرض لم يصل الماء الكامل إلى الوجه ثم غسل الثانية والثالثة فأتم غسل الوجه هل الوضوء صحيح الجواب نعم يا أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وما شرعت الغسل الثانية والثالثة إلا للمحافظة على الغسل الأولى فالغسل الثانية والثالثة خادمة للأولى فإذا حصل نقص في العضو الذي هو فرض غسله فرض تكون الغسل الثانية والثالثة هي التي تكمل هذا النقص الحاصل في هذا العضو محمد جعفري من المملكة العربية السعودية يقول والد زوجتي دخل بيتي وأخذ زوجتي بدون سبب وذهبت إليه يعني ذهبت إليه يقول برجال وقال ما عندي مانع بس خليني أتشاور مع البنت وبعد يومين قال طلق زوجتك الآن مضى خمسة أشهر هل يجب عليها علي الصرف والنفقة على الزوجة أم لا محمد جعفر يبارك الله فيك هذه مسألة فيها خصومة بينك وبين والد زوجتك طبعا القضاء هو الذي حقيقة يعني يحكم لك في مثل هذه المسألة الأصل أنه لا يجوز لوالد الزوجة ولا لأخ الزوجة ولا لابن الزوجة ولا لعم الزوجة ولا لأحد أن يعتدي على بيت الزوج ويأخذ زوجته من دون سبب إذا وجد سبب والله مهددها بالقتل ولا مقفل عليها ولا حارمها من الطعام والشراب نعم لهم الحق الدولة تتدخل أما والله زوجة بينها وبين زوجها مشكلة بسيطة يروح والد الزوجة ويأخذها هذا يعاقبه القاضي القاضي يعاقب والد الزوجة ما يجوز لوالد الزوجة أن يعتدي بمثل هذه الطريقة مدام ما في خطورة على البنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته يعني مشكلة بين زوجين حصل لا يجوز لي لا أبو الزوجة ولا أبو الزوج ولا أم الزوجة ولا أم الزوج ولا إخوانهم ولا أخواتهم ولا أرحامهم ما يجوز لأحد يسألونه مجرسوا ليش ضربت حرمتك وليش بينك ما دخلكم يا جماعة الخير هو ما قال لكم تعالوا دخلوا مشكلة بين زوجين داخل الجدران الأربع هم يحلونه ودائما وغالبا غالبا المشكلة إذا ظهرت خارج البيت تأزمت أصبحت ورم كبير ما يمكن السيطرة عليه ولذلك والد الزوجة أخطأ أنا حسب سؤالك الظاهر و أنا قلتك هذا ليس فتوى لازم تلجأ إلى القضاء أخطأ أنت الآن المرأة تعتبر مدام أنها أخذت بغير وجه حق تسقط نفقتها ما يجب عليك الصرف عليه إلا أن تتفضل و أنت كريم تقول الله أنا ما همني أنا أصرف على زوجتي حتى لو أن نشزت حتى لو أحد مثلا من أهلها جاء و أخذها من عندي لك الحق يعني لك التفضل هذا تفضل لكن كجانب شرعي ما يجب عليك عمو من أخوي الفاضل وصل رسالة له والد الزوج تقول يتق الله و يخاف الله و مدام الحرمة تبغاك و تريدك ما لحق أن يعتدي عليك و ممكن تلجأ للقاضي و القاضي حاسبه بالمناسبة القاضي لو الحق أن يحاسب والد الزوج مدام ما في مشكلة حينما جاء و أخذها من من بيتك أم محمد من الإمارات تسأل تقول أنا حرمة مطلقة و يصرف لي مساعدة من الدولة هل يجوز لي أن أتصدق منها على والدي من هذه المساعدة أم محمد الجواب نعم مدام أن الدولة تصرف لك هذا الراتب و يدخل تقبضينه خلاص ملكتيه يجب عليك أن تؤدي حق الله فيه من الزكاة مثلا تزكين إذا حال عليه الحول و قد بلغ النصاب تتصدقين منه على نفسك و على والديك تحجين منه تعتمرين هذا مال لك أصبح ملك و لله الحمد و المنه عبد الرحمام الليبي يقول حكم كثرة الحركة في الصلاة و هل كثرة الحركة دليل على عدم خشوع القلب عبد الرحمام الليبي الجواب نعم كثرة الحركة في الصلاة دلالة على أن هذا الإنسان لم يخشع في صلاة و لذلك أبو سعيد الخدري أو غيره من الصحابة رأى رجلا يتحرك في الصلاة قال لو خشع قلبه هذا لخشع جوارعه فيما يروى عنه فلذلك الحركة الكثيرة في الصلاة إذا والله من ينظر إلى هذا الرجل اللي قاعد يصلي هذا يقول ما يصلي لعاب هذا حركة كثيرة يدخل يديه في جوبه يشتغل في غترته يلتفت هنا و يتحرك هنا هذا ما لها صلاة يعني بعض الفقه حدد الحركة بثلاث حركات اللي تبطل الصلاة و هذا طبعا ما علي ذليل ما علي ذليل لكن شخص يتحرك حركة بحيث أن لو مر شخصه شافه قال هل يصلي ولا يلعب هذا ما لها صلاة هذا ما لها صلاة بارك الله فيك أما الحركة اللي في مصرحة الصلاة كان يتحرك مثلا اللي يسد فرجة في الصف الحركة اليسيرة أحيانا مثلا يتعب أحيانا و ينزل يديه شوي و يرفعها بسبب تعب ما في شيء في هذا الحال هذا وارد في الأحاديث و في الآثار عن النبي عليه الصلاة و السلام محمود باعامر من اليمن يقول هل يجوز الصبغة الحمراء للرجال محمود باعامر من اليمن الجواب نعم يجوز للرجل أن يحمر و أن يصفر في لحيته و يجتنب السواد كما يعني يذهب إلى هذا كثير من أهل العلم على أنه يذهب يعني لا يصبغ بالسواد لا يصبغ بالسواد بارك الله أما التحمير و التصفير نعم لكن بالمناسبة يوجد بعض الصبغات الآن هي حقيقة ليست من الصبغات المعروفة عند المسلمين مثل الحنة و الكتم و بعض لا هي فيها تشبه بجنس من الناس مشهورين بالفسق يعني لون معين هذا ما يعرف عند المسلمين لكن يعرف عند غيرهم ممن اشتغروا بالفسق مثل هذا ما يجوز أما التحمير مثل الحنة أنا أقصد مثل الحنة الموجود مثلا بعض شوابنا يصبغ ما فيها شي ما فيها شي بارك الله فيك الأخت أمت الله من من ليبيا تقول بأن زوجها يعني سقط من الدور الخامس في مبنى أثناء عملي وتوفي رحمة الله عليه تقول زوجي عليه دينه قبل أن يدفن دعوت الله بأني قد تكفلت بدينه فهل ربي يتقبل زوجي برحمتي ولا يحاسبه على دينه لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام رفض الصلاة على الشخص عليه دين إلى آخر ما ما ذكرت أختي أمت الله من ليبيا أولا يعني نرجو الله عز وجل أن يكون زوجك يعني شهيد لأنه السقوط وقد يكون سقط عليه شي يكون هدم مسألة الدين أختي الفاضل ما دام أنك تكفلت خلاص انتقلت من ذمته إلى ذمتك فإذا تقولين أنا سأسد الدينه تبرعتي بهذا خلاص ذمة زوجك بريئة الآن ذمة زوجك بريئة الآن ذمتك هي التي شغلت بهذا الدين تسددين بارك الله فيك وأكثر من الدعاء لزوجك بارك الله فيك الأخت أم وحيد من الشارقة تقول هل يجب غسل وتطهير الفوطة التي استخدمها أثناء الدورة الشهرية أختي أم وحيد من الشارقة الجواب نعم بالنسبة للفوطة مثلا إذا كانت تستخدمينها وتقع عليها النجاسة تنجست فيجب عليك أن تغسليها يجب عليك أن تغسليها ولا تستعملينها يعني في شيء آخر ولا تصلي بها مثلا إذا حملتها مثلا لأنك تكونين حاملة للنجاسة أما قضية والله أنت تنشفت فيها من الماء بعد الإغتسال لا طاهرة أما استعملتها في إزالة النجاسة تكون نجسة بارك الله فيك ياسر من السعودي يقول في شخص جالس يهدد زوجته بالطلاق وكان زعلان كثير يبغى يقول والله لا أطلق وقال لها أنت طالق بالغلط لأنه كان يفكر وبعد ما قال أنه الآن صحى من النوم ما الحكم ياسر بارك الله فيك بالنسبة لهذا الرجل يوكل إلى يعني ذمته ويقسم بالله العظيم أنه ما قصد هذا الأمر فأراد أن يقول والله سأطلق مثلا ثم قال أنت طالق خطأ أن صدرت منه ما علي شيء ولا يقع الطلاق لقول الله عز وجل ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا و لقول الله جل وعلا و لك يؤخذكم بما كسبت قلوبكم فهو ما عقد يعني النية على الطلاق و إن من فلتت من عذبة لسانه قول أنت طالقه لا يريد هذا ما علي شيء أهم شيء أنه يقسم بالله العظيم أنه ما أراد التطليق و إن من فلتت هكذا الكلمة من لسانه و لم يريدها مونة من السودان تقول ما صحت حديث من رغب عن سنتي فليس مني مونة من السودان بارك الله فيك الحديث صحيح بارك الله فيك و الحديث معروف حديث الثلاثة النفر الذين أتوا بيوتات النبي عليه الصلاة و السلام و سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها يقال هذا رسول الله و غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء و قال الآخر أنا لا أنام ليس أقوم و لا أنام و ذكروا فلما علم النبي و سلم غضب قال أما أنا فأنام أما أنا فأقوم وأرقد و أتزوج النساء و أصوم و أفضر فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني فالحديث صحيح بارك الله فيكي تغريد من الأردن تقول ما حكم امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات و في المرة الثالث ذهبوا إلى المحكمة و سأله القاضي هل طلقت و أنت غاضب قال الزوج نعم و حلف على القرآن و لكن الزوجة لم تقتنع بأنه كان غاضبا و رجعها القاضي لزوجها و قال لن تقع الطلقة و لكن الزوجة غير مرتاحة تغريد رسالتك طويلة عمو من أختي الفاضلة مدام أن المرأة تعلم بأن زوجها طلقها و هو غير غضبان الغضب الذي يفقده السيطرة على تصرفاته فإنه لا يجوز لها أن تسكت بين يدي القاضي يجب على هذه المرأة أن ترجع للقاضي و أن تخبره بالحقيقة لأنها الآن هي مشاركة في الإثم كون سكتت و زوجها حلف على القرآن و إن كان بعض العلماء يقولون القول قول الزوج و المرأة ليس عليها ذنب لكن إذا كانت و الله تقول لا هو طلق طلاق بكل سهولة ما كان غضبان ما كان غضبان ترجع إلى نفس القاضي بارك الله فيك أم عماد من الإمارات تقول أنا زوجي مات و أنا بالعدة هل أقدر أروح المسجد و أنا في العدة أختي أم عماد من الإمارات بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا المرأة ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة الضرورة في الليل و الحاجة في النهار المرأة المعتدة المحادة على زوجها عفوا المرأة المحادة على زوجها الذي مات عنها تمكث أربعة أشهر و عشرة أيام ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة الضرورة في الليل و حاجة في النهار و صلاة الجماعة ليس واجبة على المرأة و الآن نحن في زمن كورونا المساجد مقفلة ما يفتح تفتح مصليات النساء تنبهي لهذا بارك الله فيك أم أميرة من عمان تقول أهل عندما أقرأ القرآن وأمر على آية السجدة هل يجب أن أسجد أم لا أم أميرة من عمان بالنسبة لسجدة التلاوة سنة مستحبة و ليست بفريضة لازمة و لذلك إذا مر الإنسان القارئ للقرآن بآية سجدة السنة أن يسجد و إذا لم يسجد ما علي شيء و لله الحمد و المنة الأخ سعدي من العراق الأنبار يقول في قول الله تعالى لم نجعل له من قبل سمية أي لم نجعل ليحيا اسم نظير لإسمه قبله و في قوله تعالى هل تجد له سمية هل معناها لم نجد لرب العالمين اسم نظير له في الدنيا هل هذا الكلام صحيح في كلمة الله مثلا ما معنى قوله تعالى و لله الأسماء الحسنة إلى آخره سعدي من الأنبار في العراق بارك الله فيك أولا أخي الفاضل بالنسبة ليحيا عليه السلام قال الله جل وعلا لما بشر زكريا بيحيا و لم نجعل له سمية بمعنى قيل فيها أقوال لم نجعل له سمية يعني اسم قبل يحيا أول من تسمى بيحيا هو يحيا ابن زكريا هذا قول الثاني لم نجعل له سمية فيما يتعلق بقضية الولادة لأن ما كانت امرأة قبل زوجة زكريا عقيم هذا قول طبعا هذا يرده ماذا يرده سارة زوج إبراهيم عليه السلام سارة قبل زكريا فدع الله عز وجل و قالوا بأن سارة لم تكن عقيم لكن تأخرت في الولادة هذا قول القول الآخر ليس له شبيه مثل زكريا بجسمه و شكله و لونه يعني هذه أقوال لأهل العلم فيما يتعلق بالله عز وجل هل تعلم له سمية هذا مسألة يتعلق في قضية بأن الله عز وجل لا مثيل له و لا شبيه له و لا ند له و لا نظير له و لذلك الله عز وجل قال و لله الأسماء الحسنة فادعوه بها فلله عز وجل أسماء الحسنة و أسماء الله تعالى حسنة بالغة في الحسن الغاية و المنتهى ليس في اسم من أسماء الله شيء من النقص أبدا بل هي حسنة بالغة في الحسن و الجمال و الجلال الغاية و المنتهى و لذلك الله عز وجل لما تسمى بهذه الأسماء تعرف إلى عباده من خلال أسمائه و صفاته جل وعلا وأمر العباد بأن يدعو الله يدعوه بهذه الأسماء و ربنا جل وعلا ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا هل تعلم له سمية يعني نظير و مثيل قال جل وعلا قل أنتم أعلم أم الله قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد و المعنى بأن لما ذكر مسألة يحيى ذكرها على أن يحيى لم نجعل له سمية في اسمه و لما جاء في جنابه المقدسة و جلاله سبحانه و تعالى فيما يتعلق قال هل تعلم له سمية فيما يتعلق بأسمائه و صفاته و أفعاله و لذلك من أسماء لا السميع و البشر يسمعون يعني يقال فلان سميع و الله هو السميع لكن ليس السميع كالسميع و ليس البصير كالبصير و ليس العليم كالعليم بارك الله فيك و رضي عنك أم أنوار من اليمن تقول يا شيخ خلي جوز الدعاء في السجود في الفرض و السنة و لا في السنة بس أم أنوار من اليمن بارك الله فيك الدعاء يكون في الفرض و السنة يدعو الإنسان من خيره الدنيا و الآخرة و لله الحمد و المنة و ليس عندنا دليل يمنع الدعاء فقط يمنع الدعاء في الفرض و يكون في السنة ما عندنا الدليل الدعاء في الفرض و السنة و لله الحمد و المنة أم عابد من السعودية تقول يا شيخ أن أمرأ عمري 53 سنة ذهب زوجي للمحكمة يريد يطلقني و قال لي ابني اسأل أمك هل هي طاهرة فقلت له نعم أنا طاهرة و بنفس اللحظة كأني شكيت أن الدورة عليا ذهبت لأتأكد وجدت الدورة عليا و اليوم قلت له أني طاهرة كنت صادقة ولا أعرف متى نزلت علي الدورة و أنا كنت تعبانة بنفس اليوم و كنت أنتظر الدورة ثم قلت لابني قل لي أبوك أن الدورة نزلت علي فقال أنا خلاص طلقت و طلعت من المحكمة هل يقع الطلاق بهذه الطريقة أو لا يقع أم عابد من السعودية الجواب بأنه يقع الجواب بأنه يقع مدام أن القاضي قد حكم و أصدر السك وقع الطلاق لأن جمهور الفقه يذهبون إلى أن الطلاق في الحيض يقع يقع في بعض العلماء قالوا لا يقع لكن مدام أنه حكم القاضي وقع الطلاق و استقبلي عدة كبارك الله فيك أمت الله من فرنسا تقول زوجي يشتغل بمطعم بفرنسا و هذا المطعم يقدمون لحوم الخنازير و الكحول لغير المسلمين ما الحكم الشرعي عندي خمسة أبناء أخاف من الراتب الشهري إلى آخر ما ذكرت أمت الله بارك الله فيك يقولي لزوجك يتق الله و يخاف الله و لا يكتسب إلا الحلال و يبتعد عن الحرام و كونه والله يقدم الكحول و الحم الخزير لغير المسلمين لا يعني بأن مكسبه حلال المسلم يتعامل بشريعته و عقيدته و ما يمليه عليه دينه يبحث من الآن عن عمل آخر حتى لو كان أقل راتب فإن الله تعالى إذا بارك في القليل جعله كثيرا و قولي له يتق الله و قولي له أنت أطعمنا الحلال أنتم ما عليكم ذنب أنت وأولادك ما عليكم ذنب الذنب عليه إذا والله غير مضطر مثلا ضرورة يعني ملجئ له فأقولي لي يبحث عن عمل آخر و إن شاء الله الله عز وجل يفتحها من أبواب الخير أم نور من اليمن تقول ما حكم الصلاة في الملابس إذا لمسها دم الحيض أم نور بارك الله فيك دم الحيض نجس يغسل و نجاسته مغلضة و لذلك لا يجوز للمرأة أن تصلي بثوب عليه آثار دم الحيضة ما يجوز أمر النبي عليه الصلاة و السلام أن نسى بأن يغسلنا دم الحيض و ليس شرطا أن يغسل الثوب كله و إنما تغسل البقعة اللي وقع عليها دم الحيض بارك الله فيك أم عمر من الإمارات تقول يا شيخ زوجة أخوي معذبة أخوي عذاب شديد و أخوي مسكين هل أدعي عليها و ما الحل لأنها هي ظالمة و يعني هل علي ذنب إذا دعيت عليها أختي أم عمر من الإمارات طبعا أنت الآن أمامك خطوات الخطوة الأولى الذكرين هذه المرأة و تخوفينها بالله و تبينينها بأن زوجها له عليها حق عظيم و تتق الله فيه و إذا كان زوجها رحيم و حنون و طيب ما يعني بأنه تستغل بمثل هذا الاستغلال الفضيع و ذكريها بالله و قولي لها ترى هناك المظلوم الله عز وجل يستجيب دعاء ف احذري من دعوة المظلوم فأنه ليس بينها و بين الله حجاب و الله إذا شفتيها وصلت مرحلة من الصلف و القسوة و التعنتت و رفضتها قولي لها شوفي أنا بصلي بدعو بأقوم عليك الليل و بصلي الليل و أدعي عليك قولي لها الكلام هذا لعل الله يفتح على قلبها أن بعض الناس و العياذ بالله عند من القسوة و جفاف المشاعر و قسوة القلب الشيء الفضيع نعوذ بالله ما ينفع في ذكرى و لا موعظة فإذا أنت تعتقدين بأنه و الله قاعد تظلم أخوك و تقس عليه و كونه إنسان مثلا قد يكون عنده يعني بعض الأمور اللي ما يستطيع واجهها هذا ما يعني بأنه يترك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أنصر أخاك ظالما أو مظلوما و هي قولي لها والله أني أنا قولي لها يوم عمر أنا جاي والله أقف معك تقول لي كيف تقف معي قولي لها لأن النبي عليه الصلاة والله قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أنت ظالمة جاي أنصرك حتى تكفين عن الظلم لأن الصحابة قالوا يا رسول الله ننصره مظلوم كيف ننصره ظالم قال أن تأخذ على يده قولي له والله أنا أريد خير لك أنا لما أجي أنصحك أريد الخير لك إذا استجابت الحمد لله ما استجابت لك الحق أنك تدعين عليها ولا إثم عليك بثينا من دبي بارك الله فيها تقول أنا عمري 21 سنة غير متزوجة أريد أن أخذ حبوب منع الدورة لما أمر به من آلام قبله وأيضا تجعلني شاكة في حياتي من حيث الطهر هل هذا حرام بثينا أولا هنيئا لكي ما شاء الله بثينا طبعا بشرتنا تقول يعني من بدأت أتابع البرنامج الحمد لله تعلقت بالأمور العلم الشرعي والحمد لله بدأت يعني شغوفة بالقراءة و شغوفة بالعلم الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يجعلك إن شاء الله من العالمات العاملات يعني المباركات أخت الفاضلة أنت صغيرة 21 سنة غلط تأخذين حبوب منع الدورة لأن هذا سيسبب لك اضطرابات و إشكالات أسأل الطبيب ستبيل لك خطورة هذا الأمر أترك الأمر على ما هو عليه على ما هو عليه أنت الآن جاءتك الدورة خمسة ستة أيام تجلسينها طهرت يومين ثلاثة و رجعت لك نفس المواصفات تجلسين مسألة سهلة جدا بعض البنات من حبهم للطاعة و العبادة تقول لا أنا والله تتكرر علي الدورة خلينا أخذ حبوب منع الدورة علشان والله أبدأ أظل أصلي و أقرأ قرآن لا هذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنه لما دخل عليه و يتبكي قال نفستي يعني حتي هذا أمر كتب الله على بناتي آدم شوف عائشة من حبها للعبادة و التأله و التنسك و الطاعة بكت في الحج فقال نفستي يعني حتي أمر كتب الله على بناتي آدم فالحمد لله هذا من تيسير الله لكم فما في داعي تشددين على أنفسك على نفسك بارك الله فيك يا أبو ذينا ميسون من ليبيا تقول هل صحيح هناك صحابة من الجن يا ميسون بارك الله فيك ذكر هذا بعض العلماء قالوا بأن جن نصيبين و الذين التقاهم النبي عليه الصلاة و السلام في نخلة مكان بين الطائف و مكة و سمعوا القرآن التقوا بالنبي عليه الصلاة و السلام عدهم بعض العلماء من الصحابة لأن تعريف الصحابة من هو هو من لقي النبي صلى الله عليه و آله و سلم مؤمنا به و مات على ذلك طيب هل الآن يعني في فائدة نحن نعرف الصحابة من الجن لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنه يراكم هو و قبيل من حيث لا ترونهم نحن ما نراهم و لا نريد أن نراهم نحن ما نريد أن نراهم الله يوفقهم و مؤمنهم و يكفينا شر كافرهم ما نبغاهم فلكن ما في فائدة يعني لو جئنا الآن طيب نعرف أسماءهم ما نعرف أسماءهم عموما مسألة من باب التفقه من باب يعني مثل ما يقولون يعني ما يتعلق بملح العلم نعم يقولون بأن هناك صحابة من الجن لأنهم رأوا النبي و التقوا به و آمنوا به لكن هل ماتوا على ذلك؟ هذا علمه عند الله سبحانه و تعالى تسنيم من كندا تقول أنا عمري 19 سنة عندما عندي عفوا تبول لا إرادي يوميا خلق لي شكوك و عجز من المداومة على الصلاة لوجود النجاسة المستمرة على الحفارات يعني كيف أصلي تسنيم أسأل الله تعالى أن يعافيك و أن يكتب أجرك و أسأل الله تعالى أن يرفع هذا الأداء عنك أختي الفاضلة لا تكلفين عمرك ما لا تطيقين عندك تبول لا إرادي أنت معذورة أنت من أصعاب الأعذار إذا جاء إذا جئت تصلي توضي زين الآن انت هممت بالصلاة و روحي توضي مباشرة و إلبس الحفاظة و صلي حتى لو نزل ما عليك شيء ما عليك شيء لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال جل وعلا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أنت معذور أختي الفاضل لا تدخلين في شكوك و لا تدخلين في وساوس و لا تقولون بالله كذا الأمور طبيعية لأن الله عز وجل عذر الإنسان العاجز عن يأتي بما أمر به سمية الحمد من سوريا مقيمة في تركيا تقول أنا متزوجة من رجل جبت منها الطفلين ما يسأل عني أو عن الطفلين و ما يصرف علي و المصيب الأكبر هو أو أمه بيتهموني في عرضي ما حكم هذا يا سمية بارك الله فيك و رضي الله عنك أسأل الله تعالى أن يعينك و أن يكتب أجرك أختي الفاضلة يعني أنت أمام خيارين الخيار الأول الصبر و الدعاء أن الله عز وجل يهدي زوجك و يرده إليك سالما و إلى أولاده و الأمر الثاني أنك تطلبين الفراق عن طريق المحكمة أو عن طريق تأتخذين إجراءات بهذه الطريقة يعني تكونين الحمد لله تنتهين إلى بر الأمان انتهت الأسئلة أفوان انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة ما انتهت وقت البرنامج انتهى و الأسئلة كثيرة اصبروا علينا إخواني و أخواتي مثل ما ذكرت لكم الأسئلة كثيرة لكن أهم شيء الاسم أو الكنية اسم البلد السؤال واحد و مختصر يكون بارك الله فيكم و لا أقبل أسئلة تفسير أحلام و رؤى و لا أقبل الأسئلة المرسلة عن طريق الصوتيات هذه ما نقبلها في البرنامج بارك الله فيكم ألتقيكم غدا بحول الله و قوة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون